موسيقى موسيقى ناس تشمر على ذراحة وتبني البناء مهمة الشباب صحيح لو كان جوض على مستقر اقتصادنا مزدهر معناش رهاب اي انسان قادر كونه يسير تونس ولكن اليوم يلزمنا رئيس يخدم 18 ساعة يلزمنا رئيس يتبع كل كبيرة وصغيرة هذا علاش نقول بكل اعتزاز واني مستعد نقدم لتونس اهم فترة في حياتي شنية الاضافة متاعي اليوم علاش نحب التونسي ينتخبني وما ينتخبش غيري اليوم شعار حملتي الانتخابية اسليم الرياحي رئيس للتونس الكل غدوة بعد الانتخابات ما يلزمناش نلقا ورواحنا يا اما قدام وضعية تغول وسيطرة على جميع السلطات ونرجع بالتوالي وإلا نلقا ورواحنا في طريق مزدود بالصراعات ما بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة هذا علاش بحكم ادواري التوافقية اللي تعرفت به باش نكون ضامن للحقوق والحريات من جهها ودافع لعجلة التنمية وحسن سير عمل الحكومة من جهة اخر وهكا نضمن التوازن بين رئيس الجمهورية والحكومة والمعارضة في البرلمان أولويتي تطوير المنظومة العسكرية والأمنية وتوفير كل الإمكانيات وأدوات العمل باش نحميه بلادنا من الأخطار اللي تتعرض لها وننتقله من مرحلة تلقي الإرهاب إلى مرحلة ضرب الإرهاب في مواقع ما ننسى والزادة تحسين وضعية الأمنيين والعسكريين اليوم الأمني والعسكري يمشي ويضحي بحياته ويحارف الإرهاب ووضعيته ووضعية صغاره مش مطمئنة عليها اليوم يلزم كل جندي تونسي وكل أمني كيمشي ويلقي صدره للإرهاب يكون مطمئنة على مستقبل عائلته وصغاره ومن جهة أخرى باش ينفعل الدبلوماسية الاقتصادية اليوم السفراء تونس والقناص التونس في الخارج يلزم يكون تواصلهم مع وزير الاقتصاد ووزير التجارة أكثر من تواصلهم مع وزير الخارجية دورهم في المرحلة القادمة مش يكون التنموي اقتصادي أكثر منه سياسي إضافتي اليوم لصلاحية الرئيس المتعارف عليها كوني مش نوظف جميع أمكانيتي وشبكة علاقاتي لأكون الضامن والراعي للاستثمار في تونس وبعث مناخ ثقة ما بين تونس والعالم هذا عليش نحب نقول لكم اليوم وأخيرا اللي يحب الدولة لكلها حيوية وتبعث الأمل اللي يحب دولة قوية وديمقراطية اللي يحب حياة كريمة اللي يبحث عن ضمان مستقبل صغاره ينتخب سليم الرياحي النمرو ثمانية شكرا اشتركوا في القناة